قامت وزارة الداخلية بتنظيم احتفالية بمناسبة الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لمراكز إصلاح وتأهيل جديدة جاء ذلك بحضور عدد من المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية والمجالس القومية المتخصصة استكمالاً لما تشهده منظومة السياسة العقابية في مصر من تحديث شامل على الصعيدين الإنشائي والتأهيلي أعلنت وزارة الداخلية عن بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان بالشرقية وأخميم الجديدة بسهاج وخمستاشر مايو بالقاهرة في احتفالية أقامتها الوزارة بمركز تأهيل وإصلاح العاشر من رمضان حضرها عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء البعثات الدبلوماسية في مصر والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الوطنية والدولية وعدد من الفنانين والإعلاميين للاطلاع على التجربة الرائدة التي تعلي قيم ومفاهيم حقوق الإنسان التطوير الذي تشهده منظومة السياسة العقابية في مصر جاء بعد النجاح الكبير لتجربة إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل والذي بدأ منذ أكثر من عام بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون من خلال المؤشرات الإحصائية والدلائل الرقمية نجاح برامج الإصلاح التي تم تطبقها في تحقيق نتائج متميزة في إعادة تقويم شخصية النزيل وتحصينه من الانحراف مرة أخرى بمعدلات فاقة المتوقع لها الأمر الذي يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وشهدت الاحتفالية إشادة من الحضور بنهج الدولة المصرية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والتي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان أن هذه الإنجازات التي تحققت وفق على مستويات التقدم العلمي والتكنولوجي والصحي وخلال وقت قياسي ومواصفات عالمية تؤكد بما لدع مجالا للشك النهج الرائد الذي تنتهجه الدولة المصرية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان تحت القيادة الرشيدة لصاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نشهد افتتاحات لمراكز تأهيل وإصلاح تتفق والمعايير العالمية لحقوق الإنسان وهي أيضا خطوة مهمة لتنفيذ الدستور المصري وترسيخا لسياسة جديدة للعدالة الإصلاحية نحن صعباء بالتأكيد التفرة النوعية التي تحققها وزارة الداخلية في مجال المعاملة العقابية للمحكم عليهم والتي تتفق مع الالتزامات الدستورية ومع معايير حقوق الإنسان ومع أفضل الممارسات والتجارب الدولية هذا الصرح الكبير الذي نفتتح اليوم ما هو إلا سلسلة من المؤسسات التي قامت الدولة بإنشائها وتطويرها بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي تكفل لنزلائها استثمار فترة حقوبتهم في التدريب والتأهيل وقد تم اصطحاب الحضور في جولة بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان لتفقد مرافقه ومنشآته الخدمية والتأهيلية بدأتها بالمستشفى المزود بأحدث التقنيات لتوفير أفضل رعاية طبية للنزلاء التي تم إنشاؤها لتراعي أعلى المعايير المطبقة في مجال حقوق الإنسان بعد توفيع وتهيئة المكان المناسب تأتي النقلة المعنوية التأهيل المهني والإصلاح النفسي فهي مراكز إصلاح وتأهيل ليس مجرد أسماء وإنما هي أسماء على واقع حقيقي في ظل جمهورية جديدة يتم فيها التحول إلى بناء أفضل للإنسان والوطن اليوم نرى داخل هذه المراكز أعلى مستوى من المستشفيات الموجودة لعلاج النزلاء الموجودين تأهيلهم لسوء العمل من خلال التدريب على المهن المختلفة الموجودة نرى أن نظر الإيجيب كمع بشكل مدرسي للحقوق الإنسان والمعنى 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 نحن جدًّا على بأن لم يكن من المسافعات التي نرى من أجل الإنسان ولكن أيضًا بكل جميع الموضوع لشكل صحيح وكل جميع الموضوع بالنشبات والجميع الكبير في القطار الذي يستطيع أن نرى عملية الأمورة ومن الموضوع والمعنى الصبح الصورة من مراكز الإصلاح والتأهيل معبرة عن رؤية مختلفة ورؤية جديدة للدولة المصرية وللجمهورية الجديدة في التعامل مع الإنسان حتى في أشد حالات خروجه على القانون وتجاوزه للحدود المراكز تعني في المقام الأول الحفاظ على كرامة النزيل الحفاظ على آدمية النزيل ودي نقلة نوعية غير مسبوقة في التعامل مع مراكز الاحتجاز في الدولة المصرية يعني عمل عظيم الدولة بتقوم به اهتمت بعمل جامع اهتمت بعمل كنيسة في كل سجن وده عمل عظيم جدا لأن الغرض هو إصلاح وتأهيل المسجون الخدمة اللي بتقدم للأم الحامل داخل المركز التأهيل الخدمة اللي بتقدم للأطفال من دور حضانة أو رعاية صحة مهمة جدا للأم النزيلة وصحة طفلها كمان يعني فيه غاية من الأهمية المنشآت وبرامج التأهيل داخل المركز تعكس مدى الاهتمام الذي توليه مصر لإعداد وتأهيل النزلاء ليتمكنوا بعد ذلك من الاندماج في المجتمع والبداية من جديد معتمدين على ما تعلموه داخل هذه المراكز في الحقيقة النموذج اللي احنا بنشوفه ده نموذج رائع جدا يمكن ينظر وجوده في عدد كبير جدا من الدول في العالم مصر تعتبر رائضة في هذا المجال وتم إنشاء هذا المركز على أحلس الوسائل العلمية أعتقد ده بيدي مؤشر مهم جدا إيجابي على التطور مهم بيحصل في مصر بشكل أساسي في السنوات الأخيرة طلع الحضور على المنظومة الانتاجية التي يوفرها المركز لتوفير مصدر عمل ودخل للنزيل ولتلبيات احتياجات مراكز الإصلاح والتأهيل مع طرح المنتجات عبر منافذ مخصصة لذلك كما شملت الجولة زيارة لمجمع المحاكم داخل المركز مراكز الإصلاح ما بقيتش مجرد مكان لاحتجاز النزيل لكن أيضا بقى فيه محاكم ملاصقة للمركز الإصلاح بحيث أن النزيل ما يبقاش فيه أي إرهاق عليه في نقله من مركز الاحتجاز إلى المحكمة المحكمة مش داخل مركز الاحتجاز أو داخل مركز الإصلاح المحكمة ملاصقة له في مكان منفصل ويتتبع وزارة العدل إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة يؤكد الرؤية المصرية في مجال حقوق الإنسان التي تواكب الجمهورية الجديدة بما يراعي قرامة المواطن وإنسانيته حتى لو كان يقضي عقوبة افتتاح مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة هو تأكيد على نجاح منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية والتي تهدف في المقام الأول إلى إصلاح وتأهيل النزلاء وفقا لأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان من مركز الإصلاح والتأهيل بالعشر من رمضان عبدالبركات التلفزيون المصري اشتركوا في القناة